اشتركوا في القناة او ذات الاغطية المفتوحة تأكد من تاريخ الصلاحية الخضروات والفواكه تأكد من عدم وجود كدمات او فطريات او حشرات وان تكون رائحتها طبيعية ونظيفة المعجنات تأكد من عدم وجود علامات تكون العفن تأكد من تاريخ الصلاحية الاطعمة المبردة والمجمدة تأكد من درجة حرارة المبرد عند خمس درجات مئوية تأكد من تاريخ صلاحية الحليب ومنتجات الالبان تأكد من نظافة البيض وخلوه من التشققات اما الاطعمة المجمدة فتأكد من ان درجة حرارة الفريزر عند ناقص ثمانية عشر درجة مئوية تجنب شراء اطعمة مجمدة اذا كان التغريف ممزق وتالف وكذلك التي تحتوي على طبقات ثلج داخل التغريف يجب الحرص على فصل اللحوم النيئة والدواجن والمأكلات البحرية عن بقية الاطعمة في عربة التسوق وعند الخروج بوضعها في اكاس بلاستيكية مستقلة لمنع تسرب عصارتها الى الاطعمة الاخرى وتوضع في الثلاجة او الفريزر في اسرع وقت ممكن اما مرحلة الحفظ في الثلاجة فلابد من الترتيب السليم للاطعمة داخل الثلاجة الفريزر لتجميد اللحوم والخبز باب الثلاجة للاطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة الجزء العلوي للمنتجات مثل الزبادي والجبن والزبدة الجزء الاوسط للاطعمة المطبوخة الجزء السفلي لحفظ اللحوم النيئة والحليب والبيض ادراج الثلاجة للخضار والفواكع اغلق الثلاجة واستمتع بطعام آمن الهيئة العامة للغذاء والدواء بالاهم نهتم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة